موسيقى مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بتوقيت مصر نصلت الضوء على تصريحات الرئيس السيسي بشاني الحرص على ابقاء معبر رفح سبيلا لإيصال المساعدات ونناقش تقرير بنك جولدون مان ساكس عن استخدام مصر لأموال استخمارات رأس الحكمة ونتابع توقيع الحكومة المصرية اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة تابعونا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة حريصة على التخفيف ما أمكن عن الأشقاء في غزة وابقاء معبر رفح سبيلا لإيصال المساعدات واستقبال المصابين كما أشار إلى استمرار مصر في دعم القضية حتى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وفق حدود يونيو عام 1967 وأعلن الرئيس سعيه لوقف إطلاق نار في الأيام المقبلة لتبدأ عمليا الإغاثة الحقيقية وانضم إلينا من القاهرة خالد داود الكاتب الصحفي أهلا بك معي أستاذ خالد ويعني الحقيقة الرئيس السيسي والدولة المصرية بشكل عام في كل مؤسساتها سواء وزير الخارجية أو الهيئات الأخرى دائما ما بتكرر على أن مصر لم تغلق معبر رفح طوال الأيام الماضية الشهور الماضية وطبعا كلنا بنتابع أيضا العربات المقدسة اللي بتحمل الغاثة وقفة قدام معبر رفح معطلة إيه تفسير المشهد دا يا فبد مساء الخير أستاذ السلمة بكل تأكيد التفسير الرئيسي لهذا المشهد هو العملية العسكرية والعدوان الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعني هم المتحكمون بشكل كامل بكل ما يدخل ويخرج من القطاع وطبعا يعني منظر الشاحنات الممتدة على مدى كيلو مترات من الجانب المصري من رفح يؤكد كم المصاعب التي تلقاها هذه الشاحنات لكي تتمكن من المرور إلى الجانب الفلسطيني في ضوء الإجراءات التفتيش التي تستغرق ربما أيام وليس فقط ساعات وحقيقة أن منطقة غزة بكاملها سواء في جنوب غزة الموازي للحدود مع مصر أو في الوسط أو في الشمال كلها هي عبارة عن منطقة حرب نشطة ولعل الجميع يتابع كيف أن ممثلي الأمم المتحدة وممثلي المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة كلهم يجمعون أنهم غير قادرين على توزيع المساعدات حتى لو توفرت بسبب استمرار عمليات القصف واستهداف الشاحنات وطبعا استهداف حتى العاملين في مجال الأغاثة واستشهاد العشرات منهم فهذا هو العامل الرئيسي الذي يعيق دخول المساعدات إلى درجة أننا طبعا تابعنا خلال اليومان الماضيين مقامت به مصر بالاشتراك مع قطر والإمارات وفرنسا من إنزال جوي على منطقة شمال قطاع غزة وليس فقط المنطقة المتاخمة للحدود مع مصر وكذلك إعلان الولايات المتحدة نفسها بكل ما يربطها من إسرائيل من علاقات أنها ستلجأ أيضا إلى عملية الإنزال الجوي بسبب المصاعب التي تقابل عملية مرور الشاحنات وليس فقط من معبر رفح ولكن من كل المعابر لا يوجد عملية سوى معبر رفح ومعبر كارب أبو سالم وطبعا نحن نتابع حتى من الجانب الإسرائيلي المظاهرات التي يعقدها بعض أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة والذين يمنعون وصول الشاحنات وكل هذه الأمور تتحمل مسؤولياتها سلطة الاحتلال ومن مؤكد أن مصر من حياتها تود لو دخلت كل هذه الشاحنات المتكدسة على الجانب المصري خالد على ذكرك لعملية الإنزال التي شاركت فيها مصر تتوقع أن مصر تشارك ودولة العربية تنظم العديد من عمليات الإنزال وأيضا واقعيا أي حكم تأثير العمليات في توصيل المساعدات فعلا لغزة يعني أنا أعتقد أنه سيكون فيه توجه نحو تكثيف عمليات الإنزال الجوي وربما ضغوط على الجانب الإسرائيلي في إطار حتى المحادثات التي تجري الآن من أجل التوصل إلى اتفاق للهدنة وتبادل المحتجزين والأسرة والسجناء الفلسطينيين بين الطرفين أن يكون هناك المزيد من الطرق لإدخال المساعدات سمعنا حتى أن الولايات المتحدة تحاول إدخال المساعدات عن طريق ميناء أشدود لإدخال بعض شحنات القمح إلى قطاع غزة ولكن أعتقد أن الأمر برمته سيتم النظر له بطريقة مختلفة لو تكللت هذه الجهود بالنجاح وبالفعل تمكنت الأطراف المعنية مصر وقطر والولايات المتحدة والجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي من التوصل إلى اتفاق ولو حتى اتفاق مؤقت لوقف إطاق النار قبل حلول شهر رمضان المباركة على أمل أنه إذا استمرت الهدنة لمدة ستة أسابيع فذلك سيسمح بإدخال كمية كبيرة من المساعدات ومحاولة التعاطي مع الواقع المأساوي الذي يعيشه سكان قطاع غزة والعال الجميع تابع المجزرة التي حدثت اليوم في دوار النابولسي في قرب من مدينة قطاع غزة نتيجة لتكدس الناس إسرائيل تستخدم أستاذ سلمة سلاح التجويع كأداء للضغط على حركة حماس من أجل الموافقة على ما تقدمه له من عروض في إطار صفق التبادل للسجناء وذلك من الأمر يضاف إلى جرائم الحرب العديدة التي يرتكبها الجانب الإسرائيلي بحق الفلسطينيين واستخدام تحديدا سلاح التجويع واقتحام المستشفيات وجعل الحياة مستحيلة داخل قطاع غزة كل ذلك من أجل الضغط على حركة حماس للقبول بالشروط التي ترغب في إملائها في إتفاق تبادل السجناء خالد أنا عندي سؤال عن أحزاب المصرية النقابات المصرية الجهات الحركة المدنية الجهات التي هي غير رسمية سواء معارضة أو غير معارضة وأيضا عن عموم الشعب المصري في رأيك إيه الأراء حول تقييمهم للموقف المصري من بداية الحرب حتى الآن؟ يعني إحنا لو حضرتك بتشيري إلى الجانب الشعبي في هذا الموضوع فيما تعلق بالأحزاب فيما تعلق بالنقابات فيما تعلق بالمنظمات غير الحكومية كلها تقريبا ساهمت في التبرعات من أجل إعداد قوافل أو شاحنات تتوجه إلى جانب قطاع غزة وأنا أعتقد يعني كعضو في انقبط الصحفيين نحن وجهنا أكثر من شاحنا إلى قطاع غزة ولكن المشكلة تبقى دائما في أن هذه الشاحنات تتكبس على الجانب المصري من الحدود في انتظار مرور هذه الشاحنات إلى الجانب الفلسطيني ولكن طبعا يعني من المؤكد هناك شعور شعبي عام أن مصر والدول العربية عموما كان يمكن لها أن تقوم بالمزيد من أجل يعني بوقف هذه المعاناة وهذه المأساة التي يعاني منها شعب غزة على مدى الشهور الخمسة الماضية لعلى حضرتك تتذكري أستاذ سلمة مؤتمر قمة العرب اللي انعقت في الرياض في نوبمبر واتخذت قرارات رسمية بالسعي لإدخال والمزيد من المساعدات واتخاذ إجراءات عملية من أجل إدخال هذه المساعدات ولكن عملية لم يتحقق شيء على الأرض ومصر تحديدا ونتحدث بصراحة يعني طبعا تربطها معاهدة سلام كام ديفيد مع الجانب الإسرائيلي وربما في داخل الإدارة المصرية من يرون أن عدم التصعيد في المواجهة مع الجانب الإسرائيلي هو ما قد يسمح ربما بالتوصل إلى اتفاق للتهدئة والمساهمة في اتفاق تبادل السجناء وربما في مرحلة لاحقة ليس بضرورة مع الحكومة المتطرفة الحالية في إسرائيل أن يتم استئناف مباحثات السلام ما زال أمامنا مصار طويل من أجل إعادة أعمار قطاع قزة فبالتالي ربما هناك فجوة بين الموقف الرسمي الذي يحاول أن يشرح مبررات عدم دخول هذه المساعدات إلى قطاع واحتمال كبير لتعرضها للقصف والموقف الشعبي الذي يتمنى أن يكون لدينا ما يمكننا القيام به ومؤخرا أنا أتابع مبادرة تقوم بها مجموعة من الشخصيات النقابية والشخصيات العامة بتوجيه خطاب إلى السيد وزير الخارجية سامح شكري تقول له أننا نرغب فيها الدخول إلى الجانب الفلسطيني من رفع على مسؤولياتنا الشخصية لتوصيل هذه المساعدات لأن أحدا لا يمكنه نحن لسنا بعيدين عن قطاع غزة نحن المسافة من قاهرة إلى قطاع غزة خمسة أو ست ساعات وبالتالي بالتأكيد نشعر ليس فقط بالألم ما هو أكثر من الألم بكثير لكل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع ونتمنى لو نقوم بالمزيد ونتمنى لو تقوم كل الدول العربية بالمزيد ففي هذا الصدد وليس مصرف نعم سؤال الآخر أكيد تبعت تصريحات على لسان الصحفي المصر المقرب من السلطة مصطفى باكري واللي هو أيضا نائف في البرلمان على أن مصر رفضت عروض بأموال كبيرة جدا وسط عزمتها الاقتصادية والرفض والأموال دي تعرضت على مصر لاستقبال والتهجير الفلسطينيين في أراضي سيناء يعني أيضا كيف تنظر إلى هذه التصريحات يعني أعتقد أن التصريحات ده هيت يعني رغم اختلفاتي العديدة مع الأستاذ مصطفى البكري لكن يعني بالمؤكد أن تصريحاتها أقرب للدقة لأن بالفعل في بداية هذه الحرب كنا نتابع فيها الصحف الغربية وفي تصريحات الرسمية الغربية يعني رغبة في دفع الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة إلى شمال سيناء وإجبار مصر على القبول بهذا الأمر ولكن أنا رأينا أن مصر اتخذت موقفا يعني صارما في هذا الصدد وأبلغت إسرائيل عبر كافة القنوات أن هذا ستعتبر مساسا بخط أحمر في العلاقات المصرية الإسرائيلية وأنه إذا أقدمت إسرائيل تحديدا على اقتحام مدينة رفح واجتياح مدينة رفح والوصول إلى ما يعرف بمحور فلادلفيا أو الـ 14 كيلو اللي هي الحدود بين مصر وقطاع غزة بدون أي إشراف من الجانب الإسرائيلي فإن ذلك سيمثل خرقا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وأيضا حضرتك تابعتي أنه هو من جانب الجهود المصرية بجانب ادخال المساعدات فإن الجانب المصري يعمل على إنشاء مخيمات فيه داخل الجانب الفلسطيني لتأكيد مرارا وتكرارا أن مصر لن تتساهل مع قضية تصفية القضايا الفلسطينية وأيضا أود أن أشير أستاذ سالمي إلى أمر آخر يعني رغم أن مصر تتأثر كثيرا بالعمليات التي يقوم بها الحوثيين في اليمن وإطلاق الصواريخ على السفن الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية التي تعبر من هناك فإن مصر لم تنضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بما يسمى التحالف الإزدهار أو ما يسمى ذلك وكان أيضا ذلك أمرا من الممكن أن يساهم في تخفيف الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعاني منها في مصر فالجانب المصري على الأقل هناك خطوط حمراء واضحة لا يمكن تجاوزها تحديدا فيما يتعلق بخبول مخطط التحجير وفرض نكبة جديدة على الفلسطينيين وكذلك الإصرار على الدفع نحو إدخال المساعدات إلى درجة مبان حضرتك تتذكري عندما كان مجلس الأمن يبحث في إصدار قرار لتمريل المساعدات إلى غزة مصر حاولت مع عدد من الدول العربية أن يكون تفتيش هذه الشاحنات على يد الأمم المتحدة ولكن للأسف الشديد الولايات المتحدة وفرت الغطاء لإسرائيل ومنحتها الحق منفردة في تفتيش هذه الشاحنات بس خالد بشكل واقعي في وجهة نظرك أي سيناريوات المتوقعين تحصل في حالة ملو الاحتلال تجاهل كل التحذيرات المصرية والحياة والتحذيرات الدولية أيضا وقرر أنه هو يدخل بعملية عسكرية كبيرة حاسمة في رفح إيه السيناريوهات المتوقعة وقتها يعني أنا لا أعتقد أن ذلك ممكن لأن الإسرائيلين يعرفون هم يتحدثون عن أنهم لديهم الآن ستة جبهات مفتوحة يحاربون فيها جبهة غزة وجبهة الضفة الغربية المختلة وجبهة بولان وجبهة في اليمن يعني العديد من الجبهات وطبعا ما يحدث في سوريا وفي العراق يعني كل هذه الأمور جبهات كثيرة لا أعتقد أنه مهما بلغت درجة حباقت وتطرف رئيس الوزراء الحالي بن يمين نتنياهو فأنه لن يقدم على تهديد علاقة السلام التي تربط إسرائيل بأكبر دولة عربية وأعتقد أنه يعني ربما يعني ده تفسير الشخصي أن هذا من قبيل ممارسة الضغوط لتصريحات الإسرائيل المتواصلة عن اكتاح رفح مواصلة الضغوط على الجانب الفلسطيني أيضا بجانب سلاح التجويع من أجل تقديم شروط أفضل في صفقة التبادل ولكن يعني مصر ليست الطرف الوحيد الذي يحذر من عملية الاجتياح هذه مع الوضع في الاعتبار حالة التكدس الضخمة للسكان في مدينة رفح مليون ونصف مليون إنسان والولايات المتحدة حذرت إسرائيل من الإقدام على هذه الخطوة للتحاد الأوروبي حذر إسرائيل من الإقدام على هذه الخطوة وفي وقت تواجه فيه قضية أمام محكمة العدل الدولية يعني أعتقد أن ذلك سيكون أمرا مستبعدا واستمعنا حتى أمس للرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين يتنياهو يتحدث على حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على معاهدة السلام مع الجانب المصري وبالتالي أعتقد أن إسرائيل بلغتها الرسالة بوضوح أن مصر لن تتساهل مع مثل هذا السيناريو والأمل البديل في الواقع أستاذة سلمة هو التوصل إلى هذا الاتفاق من أجل وقف إطلاق النار والسعي لتمديده هذا هو الرهان الذي يعني تأمل مصر أن يكون أكثر فعالية هدنة لمدة أربعين يوم خلالها يجري التفاوض على هدنة جديدة ولكن طبعا يبقى دائما مثلا خطر قيام الجانب الإسرائيلي باستئناف الحرب مجددا بعد أي هدنة محتملة مع الوضع في الاعتبار تشكيلة الحكومة المتطرفة الحالية القائمة في إسرائيل شكرا كنت معنا من قاهرة الكاتب الصحفي خالد داود شكرا خالد شكرا لك قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيلينا جورجيفا إن الصندوق نجح في حل للقضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرد مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار وأكد بنك جولدون منت ساكس أن الأجواء أصبحت إيجابية بعد إعلان الحكومة عن مشروع استثماري ضخم في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط لكنه حضر من استمرار المخاوف على المدى المتوسط متسائلا عن الطريقة التي تستخدم بها مصر الاستثمارات وتنضم إلينا من القاهرة الصحفية الاقتصادية بيسان كزاب أهلا بك معايا بيسان ومن خلال المعلومات التي أعلنت عليها السيدة جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي من الوضع أن النقد الدولي وصندوق النقد الدولي ومصر في المرحلة النهية للوصول للاتفاق لكن الحقيقة الناس بتسأل هل مصر بعد صفقة رأس الحكمة لازالت بحاجة إلى هذا القرد طيب هو طبعا هذا جزء من السؤال بس هو السؤال الأهم هو أنه هل القرد بيحل ولا بيفاق من المشكلة يعني خليني بس أسأل سؤال إذا كان في جزء كبير من توصيف الأزمة المالية المصرية فهي باعتبارها أزمة مديونية ليه لأنه الاختناقات يعني لفسوء النقد الأكنابي نتجع عن مزحمة الحكومة المصرية لأقصد الاختناقات اللي بيشعر بها المواطن العادي يعني للاستيراد وبالتالي اللي بيحس بها المواطن العادي في ارتباع الأسعار نتيجة شح المواد الأساسية أو غيرها يعني شح الوردات وارتباع أسعارها طبعا لأن المستوردين بيستوردوا من السوق الموازي ده اللي إحنا كمواطنين عاديين بنحس بيه من الأزمة أعراضها يعني بالنسبة لنا طيب ده جانب كبير منه ناجم عن أنه الحكومة المصرية بقت محتاجة تسدد يعني خدمة دين كبيرة أقصاد خدمة دين كبيرة في وقت تصير وبالتالي بتحصل الأعراض اللي إحنا بنحس بيها كلنا طيب هل ممكن تكون حل هذه الأزمة فيه اقتراض جديد يعني كأنه بيحتف الأزمة اللي قدام شوية عشان تظهر تاني بشكل أقصر قصوة هو ده السيناريو اللي إحنا عارفينه يعني هو أكشوالي مش طول الوقت اللي كنا بنحس بالاختناقات دي صحيح لكن ده نتيجة يعني موعيد السداد اللي بقت أقرب وأقرب مع قصر أعمار الدين المصري اللي هو عرض من أعراض تفاقهم أزمة الدين كل ما بيبقى ديونك أكبر كل ما بتكون أكثر خطورة وكل ما بتكون بالتالي ما بتقدرش تستدين حتى بشروط جيدة ده لو يعني إحنا مصرين على الاستدامة فالجوء لصندوق النقد الدولي حاليا بغض النظر بقى الاحتياج من عدمه وبغض النظر من كل شيء آخر هيفرق إيه عن أي أي لجوء آخر صادق يعني المزيد من نفس يعني خليني أرد عليك يا بيسان الردود اللي بتقولها بيقولها على الأقل المسؤولين في الدولة بيقولك إن بيدون انتفاق مع صدوق النقر عشان نقدر نحصل على أموال من المؤسسات أخرى وإحنا منحصل على القرد ده مش عشان إحنا محتاجين القرد لكن إحنا عشان عايزين نثبت إن إحنا لازال عندنا مناخ استثماري لازالنا ماشيين في خطة الإصلاح الاقتصادي لازالت المؤسسات الاقتصادية كبرى حوالي العالم بتصق فينا فإنت كمستثمر أو كراجل عايز تيجي عندنا في الملفات الأخرى المفروض يكونوا وصق فينا من خلال هذا القرد إيه رأيك في الردود دي؟ بالضبط بالضبط أنا عارف استخدها من سنة 2016 مظبوط كل القرد دي الحقيقة إنه كلام ده ممكن يتقال لدولة ما استخدمتش هذا الإسلوب من قبل لكن هي استخدمت هذا الإسلوب في 2016 و2020 عبر قردين و2022 اللي هو لم يتم بالكامل يعني السؤال هنا ثقة المؤسسات الدولية هل يمكن أن تبقى يعني فقط لإنك عملت اتفاق مع الصندوق ده تفكير جوة الصندوق إزا جاز التحبير ماشي إنه خلاص إحنا هنستجين من صندوق النقد الدولي وبالتالي هناخد ما يسمى بشهادة الثقة اللي احنا بنسمع عنها طول الوقت وبالتالي المؤسسات الدولية تتصق فينا أي المؤسسات الدولية نستمر في الحديث عن المؤسسات الدولية ومؤسسة أخرى بنك جولدون منتساكس كان ليه تقرير مبارح اتكلم فيه عن المخاوف الاقتصادية اللي لديهم عن الاستخدامات الاستخدامات مصر للفلوس اللي حصلت عليها من الاستثمارات اللي حصلت في رأس الحكمة وقال إنها ممكن تؤدي الانفجار على المستوى القريب على المدى القريب لكن على المدى المتوسط لو ما كانتش استخدامات الدولة بشكل جيد هتقدي إلى مشكلة حيال المخاوف دي أيضا بشاركها المواطنين اللي هم مش مؤسسات مالية كبرى على الإطلاق إزاي مصر ممكن تستخدم هذه الأموال بشكل جيد في رأيك يعني يرضي الجميع طيب ما هو لقم واحد في الاستخدامات دي علشان ما نكونش بنهدر وقتنا يعني هو هو موضوع الدين نفسه يعني دلوقتي إحنا جانب كبير جدا من أي استخدامات سواء لهذه هذه الصفقة أو غيرها هيكون موجه لسداد المديونية مرة أخرى نعم نعم نفس اللحظة دي إحنا نفس اللحظة دي استداد استدادنا أخرى ماشي وبالتالي هيحصل ده على المدى القصير يعني إحنا هندخل في صفقة صندوق النقد والأسف هي مش صفقة واحد هي صفقة صندوق النقد دي هيجي معاها منحين آخرين مش متأكدين من الضبط ولكن غالبا منهم الخليج وربما غير الخليج كمان تمام طيب يبقى إذن هتتفاقم مش هتقل تمام ده جزء من الموضوع جزء تاني أنه طول الوقت مصر مستبعدة خيار إعادة جدولة الديون تمام اللي هو الخيار من الوقت نظري اللي أصبح حاتمي بغض النظر عن من أخطأ في الماضي القريب اللي احنا تقريبا كلنا عارفين هو مين احنا بقى عشر سنين تقريبا كلنا عارفين إيه هو الخيار الخاطئ بغض النظر عن هذا الخيار الخاطئ فلا يمكن أنه نستمر في دفع تمنه الإبقاء على جدول على الديون كما هي دون جدولة هو استمرار في دفع تمن الخطأ ده والخطأ ده كلنا عارفين أنه الموطن المصري ما كانش هو سبب فيه فإعادة جدولة الديون دي أولوية قبل أي شيء وإلا كل ما تتخيالي من وفرات هتستخدم في سداد المديونية السابقة وبالتالي هي كمان ما بتعليكش أسباب المديونية القادمة مديني خليلي أسألك يا بي ساني يعني الدولة طول الوقت بتقول يعني بشكل وقائع وبشكل أمين الدولة طول الوقت بتقول التحديات الاقتصادية بتمر بيها مصر هي سوء حظ أن مصر كانت يعني تحاول تعمل مشروعات كبرى في وقت حصلت فيه حرب روسية أوكرانية في وقت حصلت فيه اكتياح لجائحة كورونا في وقت حصلت فيه بعد كده الحرب على الحدود في غزة وتعطل السياحة والملاحة وإلى آخره فهل انت شايفها أن الحكومة المصرية فعلا بتقدر تراجع خياراتها وقراراتها بحيث أن المصار الجاي القادم في المستقبل يكون مختلف أنا بقول لحضرتك هو الاستمرار أصلا يعني في السياسة المديونية هو تعبير عن الاستمرار في نفس الخيارات ده أول واحد تمام تاني حاجة أنه يعني مش سوء حظ مصر تتعرض كما يتعرض الآخرين لأثار أزمات عالمية طيب هو الحقيقة أنه طبعا الأزمات العالمية دي لها فعلا تأثير سلبي لكن السؤال المهم هل الاقتصاد العالمي اقتصاد الرأسمالي العالمي مر بأي لحظة في تاريخه وما كانش فيها أزمات عالمية الأزمة هي الأصل الأزمة يعني هي الديفولت هو الاستثناء هو عدم وجود أزمة يعني مثلا فترة من الفترات اللي المواطن العادي ما بيتعملش معانا أزمة أو إنها بيجيش في زهن كأزمة زي مثلا فترة سنة 18 مثلا ده أول مثال جيب زيني يعني كان فيها أزمة فايدة عالمية مثلا وكانت الحكومة المصرية برضو بتتكلم بنفس اللهجة يعني فأنا قصدي يعني أنه الأصل في الاقتصاد العالمي هو الأزمة دي أول حك وفما ينفعش أبدا أبدا تخطيط اقتصادي بيتعامل على أنه إحنا اتفاجئنا بوجود أزمة تمامة هو مش مطلوب من حد أنه يتخيل لأزمة القادمة هي عاملة زي لكن إحنا دايما لأزمة يكون هناك في أزمة يعني إحنا بنتابع بعض العديد من الأراء للاقتصاديين على مواقع التواصل الاجتماعي بيطالب الدولة طبعا بيطالب الحكومة بتقشف إلى آخر وأيضا التوقف عن المزيد من المشروعات الكبرى والتوجه إلى الإنتاج الصناعي أزراعي الإنتاج الحقيقي هل أنت شايف أن ده مصار ممكن تروح لدولة وإيه المعوقات الحقيقي لأن المطالبات دي بقالها سنوات إيه المعوقات اللي منع الدولة أن هي تروح إلى هذا المصار طيب هو فيه اختيار في الموضوع يعني سياسة الاقتصادية هي دايما اختيارات فإيه السبب هو السبب هو الاختيار بس فيه حاجة مهمة عايزة أشير لها هنا وبنسبة تقليص الاستثمارات وما إلى ذلك تقليص الاستثمارات في بعض الأحيان ممكن يكون كلمة يعني ظاهرها الرحمة وبطنها العذاب ليه بقى لأن الحكومة أعلنت عن تقليص بالفعل في الاستثمارات الحكومية 15% الاستثمارات العامة لأنني أعتقد أنها دخلت فيها الهيئات فتصادية كمان بغض النظر أنا المسمى الحقيقة أن هي ما كلمتناش عن ايه هو اللي هتقلص يعني هي قالت بعض الحاجات اللي هي استثناء من هذا التقليص تمام ومن ضمنها الصحة وده كويس طبعا ومن ضمنها طبعا كمان الشرطة والدفاع ماشي لكن ما علينا من ضمن الحاجات اللي ستتقلص هي استثمارات التعليم مثلا فإحنا هنا للأسف الشديد واخدين كله على بعضه يعني طبعا نتيجة يعني كثير من المواطنين بقى وعارفين كويس ماذا الإهدار اللي بيحصل في الاستثمارات البنية التحتية فبقى سعيد جدا بخبر زي ده لكن احنا مش واخدين بلنا انه احنا ما راجعناش ما هو التقليص بالزبط وبالتالي احنا ممكن نكتشف التقليص ده بيطال أحد أسوأ أنماط للإنفاق في مصر وهو الإنفاق على التعليم اللي هو طبعا كلنا عارفين انه هو أقل بكثير من النص من الاستحقاق الدستوري لكن مش بس من الاستحقاق الدستوري يعني هو أقل من أي حاجة حقيقي على مستوى العالم من الأقل على مستوى حتى المؤسسات الأخرى اللي جوة مصر اللي احنا بنصرف عليها برضو هو التعليم للأسف أقل في دي المؤسسات هو المثال بس اللي أنا اتربت المثال لأكثر فجاجة يعني اللي هو التعليم لكن هو في كل الأحوال تقليص الإنفاق الاساس ماري ما تمش شرح بالضبط اللي هيتم تقليصه نعم فربما طبعا تكون حاجات يعني مهمة جدا ما بتتقلص في النص تمام وصلت وقت نظرك يا بيسان شكرا لك كنت معنا من القاهرة الصحفية الاقتصادية بيسان كساب شكرا يا بيسان وصلنا إلى ختام بتوقيت مصر بإمكانكم دوما متابعة مزيد من الأخبار على موقعنا العربي توتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة